موسيقى يعني خلينا نتفل مبدئيا أنه الطريقة أو الأسلوب اللي لاعب بيجا أردن بارح باتحاد جده قدام أوكلان سيتي ما أعتقدش أنه ممكن يغامر بي ويلعب قدام الأهلي المصري إحنا النهاردة هنحاول نحلل أداء اتحاد جده مش قياسا على مطش مبارح لكن قياسا على مطشط الدولي السعودي اللي بالتأكيد مستوى أعلى بكتير جدا أو معظم أندية الدولي السعودي مستوى أعلى بكتير من فريق أوكلان سيتي وخصوصا أنه الاتحاد على مستوى الدولي ما بيقدمش مستويات كبيرة مقارنة بالموسم الأخير الموسم اللي طوك فيه ببطولة أو بلقب الدولي بدون كتيبة المحترفين بدون بنزيمة وبدون نجولو كانتي وبدون فابينيو الصفقات الجديدة ولكن أنا أعتقد طبعا أنه أكبر خدمة ممكن يخدمها لنا جايردو أن يلعب بنفس القسوب مع الأهلي زي ما لعب قدام أوكلان سيتي لأنه ده أعتقد القسوب الأمثل بالنسبة لمارسل كورور بس فيه نقطة مهمة جدا المباراة دي طبعا مش محتاجة أقول لكم هتلعب على تفاصيل التفاصيل أدق التفاصيل المباراة محتاجة تركيز لمدة 5400 ثانية مش 90 دقيقة وأنا اخترت الثانية لأنه الغلطة فيها لأي فريق من الفرقتين أعتقد هيكون بفور كل واحد من الفرقتين عنده من مفاتيح اللعب اللي يقدر يخلص به المباراة وفي ظنه اللي يقدر يتقدم هيصعب بشكل كبير جدا سيناريو المباراة على المنافس بتاعه علاء رواس طبعا قائد فريق اتحاد جدة السابق ومدرب حراس مرمى المنتخب السعودي ووظيفنا النهاردة في السادسة هنتكلم معاه على أجواء ما قبل المباراة توقعاته وقريته لتفكير المديرين الفنيين وإزاي بيتوقع نتيجة المباراة كابتن عليها مساء الخير أنا قوية أحمد مساء الخير ومساء الخير عليك وعلى الحقيقة تشرفنا أن نكون موجودين معكم في القناة حبيبي احنا زي ما بنتشرف بوجود فريق نادي الأهلي في المملكة مع الأشقاء والحياة لمسنا كلنا حفاوت الاستقبال والترحيب الكبير اللي قطها بعثة النادي الأهلي بداية خليني أبدأ معك طبعا مشاركة الأهلي والاتحاد جده قمة كرة عربية مصرية سعودية لكن أسمع الأول تقييمك لبدايات اتحاد جده في مونديال الأندية وإزاي شفت مباراته وإزاي شفت قيادة جاياردو لكتيبة اتحاد جده مبارح قدام أوكلين سيتي أول حاجة طبعا أخي أحمد خليني نتكلم عن العالي الاتحاد نحن السنة هذه الاتحاد كانت بداياته حتى في الدوري ما كانت تمام لكن على مستوى المشاركات في آسيا كان ماشي بتفاصيل كويسة تقريبا في الفترة اللي فاتت تم تغيير المدرب وحضر السيد جاياردو الحقيقة يمكن له رابع مباراة مع الفريق بس هو قدر أنه يعرف التفاصيل حقا الفريق وقدر أنه يقدر يغير من استراتيجية الفريق وقدر أنه يعمل حاجة للفريق فأنا أتصور أن الوضع الآن يعني من ساعة ما وصل الكابتن جاياردو في أشياء كثيرة اختلفت أخوية أحمد من ناحية استراتيجية من ناحية الفريق وبعدين ننسى أنه كمان لما جاء كان الفريق في مجموعة إصابات الحقيقة كثير جدا كان ما عنده أغلب الأداء اللي ما كان متزبزف في الدور لأنه أغلب المجموعة كلها كانت في عملية إصابات لأنه الاتحاد كانت بداية فترة إعداد ما كانت جيدة اللي هو شارك فيها في بطورة العرب فعشان كده حصلت إصابات كثير للفريق لكن أنا أعتقد أن المباراة حقا أوكلاند سيتي هي تقريبا بالنسبة له هو أول مباراة يلعب بشكل كامل مع المجموعة حتى في غياب عبد الرزالحة مضالة وفي غياب لويس فليبي أعتقد أنه الاتحاد ما تأثرش بشكل كبير بغيابه لا أيوة لأنه حتى هو فعلا بالنسبة لفليبي كانت تتعور في آخر مباراة مدافعة الحقيقة كويس خسر الفريق لكن لما تجي تحس أن المدرب عمل الفريق كمنظومة فما تحس أنه في غيابات موجودة حتى بالنسبة لهداف الفريق عبد الرزاق حمد الله ما تحس أنه في غياب من مباراة مباراة حقيقة يعني يمكن عودة حجازي أعتقد تفرق كمان بشكل كبير ويهمني يسمع تقييمك لأداء أحمد حجازي لدولي المصري طبعا مع الاتحاد جدا اللي يمكن في فترة غيابه عانى الاتحاد على مستوى خط الدفاعه بشكل كبير واستقبل عدد كبير من الأهداف طبعا نرى بالنسبة لكابتن أحمد حجازي الحقيقة لأنه إحنا أنت بتتكلم عن تتكلم مش بس عن لاعب بتتكلم عن قائد تتكلم عن كارزمة لاعب وكارزمة كابتن للفريق السنة اللي فاتت عمل قدم مستويات واللي قبلها مستويات جدا رائعة الحقيقة إحنا في الفترة يعني كلنا يعني الحقيقة كنا زعلنا كثير في إصابة الكابتن عجازي لأنه إحنا بالنسبة لنا صراحي مسلنا شيء كتير وخاصة مش عسن بس على مستوى الدفاع لكن على مستوى الفريق ككل الحقيقة الرجعة هذه فرحتنا وهو كان حقيقة في الفترات اللي فاتت كان بيشتغل على نفسه بحيث أنه عارف أنه هو الفريق محتاجه وعارف أنه البطولة هذه بالنسبة له مهمة واشتغل كويس وكان يعني الحقيقة نزل ملعب في وقق قياسي وجوده مهم جدا وجوده يعني يمكن هذه ثاني مباراة هو يلعبها الحقيقة من بعد رجعت لعب تقريبا 60 دقيقة في كاس آسيا أول ما بدأ وهذه المباراة الحقيقة تكملها أنا أشوف أنه كابتن أحمد حجازي أعطى الآن شكل للدفاع نادي النادي الاتحاد أعطى قوة أعطى اطمعنان أعطى كارزما وخبرة للزملاء في خط الدفاع لا ننسى لأنه موجودين كلهم اللي معاه كلهم يعني زي خلينا نقول خبراتهم بسيطة على مستوى الجهزة الفنية كابتن علاء يمكن طبعا ميستر كولر أو ميستر جاياردو كل واحد هيذاكر الفني المنافس وعتقد نحن نتكلم على فرقتين من أكبر فرقة المنطقة العربية وعلى مستوى القرى السيوية والقرى الأفريقية لكن من المفارقات أيضا أنه الاتحاد بيدوم واحد من نجوم الأهلي السابقين هو كابتن أحمد حجازي اللي كنا نسا نتكلم عنه والأهلي أيضا بيدوم محمود كهرباء اللي كان نجم من نجوم التحاد جده في فترة وفترات هل بتشوف أنه الاتنين دول تحديدا ممكن يكون ليهم أدوار خاصة في المواجهة المنتظرة يوم الجمعة؟ أكيد ما في شك طبعا أن هما هيكون لهم أدوار مهمة وخاصة كهرباء نحن لعب معنا الحقيقة سنتين في النادي عمل موسمين رهيبة مع الفريق وأنا كنت وقتها متواجد كمدرب حراس المرمى للفريق الأول وحققنا كالولي العهد فالحقيقة قيمة كبيرة كهرباء في فريق النادي الأهلي ومن اللعب المؤثرين بالإضافة طبعا لوجود أحمد حجازي أيضا كمان لعب مؤثر فأنا أعتقد أنه هو حياة قيمة قوية للمباراة كون أنهم موجودين فمعنا كهرباء كان معنا هذا الاتحاد والآن حجازي معنا هذا الاتحاد أكيد أنت تعرف أن مواجهة الأهلي المصري عملاق أفريقيا بخبرات كبيرة وبرصيد كبير من النجاحات تفوق تقريبا على معظم أبطال القرارات خلال ما سرته في مشوار كاس العالم ليست بالسهلة ولا بالهينة حتى لو كانت على أرض المملكة لكن في النهاية أسمع رأيك فرص الفريقين مين الأقرب من وجهة نظرك لحسم تذكرة التأهل للدروب عن نهاية شوف أخي أحمد أنا بالنسبة لي يعني اللي أنا شايفه أن المباراة تقريبا متكافعة لأن الفريقين الحقيقة يملكوا عناصر قوية جدا وعناصر مؤثرة وعناصر فيها خبرات النادي الأهلي الكبير ونادي قوي والآن حاصل على أفضل نادي في أفريقيا هو يستحق هذا الكلام الاتحاد على مستوى آسيا من أفضل الأندية على مستوى آسيا عندهم خبرات المشاركات في الأندية العالمية النادي الأهلي نفس الشيء النادي الأهلي يملك لعبين مميزين جدا ملعبين دوليين عندهم الخبرات على مستوى أفريقيا على مستوى مشاركاتهم الكثيرة على مستوى أندية العالم الاتحاد نفس الشيء المجموعة اللي موجودة يعني إحنا نشوف في بعض اللعبين الموجودين زي كريم زي كانتي زي فابينو زي روما أيضا كانت لهم مشاركات في أندية كاسد العالم أو على مستوى أوروبا فعشان كده أنت بتتكلم عن قيمتين من الفريق يملكون عناصر جيدة وعناصر مؤثرة وحنشوف مباراة أنا من وجهة نظري حشوف أنهم مباراة رائعة لما نحن نشوف أن نحلل الفريقين حنشوف أنه قوة النادي الأهلي في نص الملعب وقوة نادي الاتحاد نفس الشيء في وسط الملعب الفرقة اللي هتقدر تمسك زمام المباراة أو تقدر تسيطر على المباراة هي الفرقة اللي هيكون الوسط عندها حاضر في المباراة مركز في المباراة قوة الوسط هي اللي هتعمل الفارق بالنسبة للفريقين طبعا الناحية الهجومية ممتازة بالنسبة للفريقين كريم بن زيمة في النادي الأهلي في كهربا في الشحات يعني خلينا نقوم أنه قيمة الفريقين قوية في جميع الخطوط حتى لما نشوف بالنسبة للحراسة الشناوي مع مارسيلو جروهي خط الدفاع لما نشوف محمد عبد المنعم معلول بالنسبة للاتحاد حجازي زكريا مهند حسن كادش كل المجموعة هذه أعتقد أنه هتعطي قيمة قوية للمباراة وحنتفرج على مباراة حيث المستوى بس إحنا يعني أنا أنا عن نفسي يعني لما نجي أشوف الفرقتين ما أقدر أحدد لك مين اللي حي يعني أو خلينا نتوقع مين اللي هيكسب لأن المباراة اللي من النوع ده مباريات بتحسمها تفاصيل التفاصيل صحيح صحيح ارتفق معك تماما مين هو قادر فيه تفاصيل صغيرة بتحصل في المباراة يا أخوي أحمد اللي هي بالشكل ده اللي هي لما تكون طاعدة جماهيرية كبيرة في مصر وقاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية وحيكونوا مليانين في الملعب والجماهير هذه في كل المباريات وأحيانا في بعض المباريات بيكون الفرقتين خاصة بتدفعهم فالمباراة اللي بالقيمة هذه بالجماهيرية هذه بالسمعة الفريقين القوية هذه أنا أصور أنه أنا يهمني أنه نتفرج على مباراة مشاها الله طبعا طبعا طبيعا بسمعة الكرة العربية مباراة ينتظرها العالم كله خليه يهمني أسمع رأيك بس بالنسبة لحرص المرمى هل غياب المعيوف كان مفاجع بالنسبة لك ولا كان الأمر متوقع ومين الأقرب لحرصة مرمى اتحاد جدة في مواجهة الأهلي مارسلو أو المعيوف لا هو هو بالنسبة للمعيوف طبعا وجوده جدا مهم مارسلو طبعا من الحراس السنة اللي فاتت كان شايب أفضل حارس هو عامل 18 كلينشيت في تفاوت السنة هذه شوية في المستوى من مباراة الأخرى لكن أظل أنه هو الخبرة بالنسبة لوجوده في فريق طبعا بالنسبة للمعيوف وجوده مهم أعطى شكل كبير للحراسة نادي الاتحاد في كاس آسيا شارك مباراة تقدم مستويات جدا عالية فأنا أتصور أنه وجود مارسلو وجود المعيوف بيعطي إضافة كبيرة لحراسة نادي الاتحاد طبعا البطولة مش بس الأهلية والاتحاد نتمنى أنه اللي يفوز منهم يكون طرف على أقل في المباراة النهائية لكن في وجود الستي في وجود فلومينينزي كلابليون أو راوراد الياباني بالتأكيد يعني هل حسن بداياتا كده هل حسن من وجهة نظرك اللقب لصالح الستي ولا البطولة دي قد تشهد مفاجأة والله يشوف دايما أخوي أحمد وأنت عارف كرة القدم أحيانا في بعض الأحيان بنحن يقول ما تكون عادلة ما تكون عادلة كيف أنه مش شرط من فريق اللي هو الكويس بيكسب أحيانا كنت فيه تفاصيل ممكن ما يكسب البطولة صح ستي فريق قوي وعنده عناصر رائعة وفريق خطير جدا لكن أنا أظل أقول أنه دايما كرة القدم في الملعب كابتن على رواس قائد اتحاد جدا سابق ومدرب حراس مارمى المنتخب السعودي كل الشكر لك وكل التوفيق للفريقين أعتقد نتمنى الحقيقة أنه الفائز منهم يفوز عن جدارة واستحقاق بداية ويواصل مشواره يشرف الكرة العربية المصرية أو السعودية في مونديال الأندية خليني أقولكم برضو نقطة أخيرة قبل ما دخل بقى في تدريب النهاردة والمحاضرة الفنية اللي عملها ميستر كولر زي ما قلت لكم برح ميستر كولر أرسل وفد من معاونيه من الجهاز المعاون لي لملعب المباراة حضر الملعب وكتب يعني بالتأكيد طبعا تقاريره عن اتحاد جدا لكن هو فضل أن يتابع فيه قاعة الاجتماعات في القتيل مقر إقامة النادي لأهلي مع اللاعبين المباراة النهاردة قبل الميرانكل فيه محاضرة فنية ركز فيها بشكل كبير جدا على نقاط القوة ونقاط الضعف في فريق الاتحاد أغلب الظن وفي تأدين أنه جاردو مش هغامر أبدا قدام الأهلي المصري باللعب بنفس الطريقة اللي بدأ بيها قدام أوكلان سيتي لكن هنحاول نقرأ معاكم كمان إحنا من خلال تقييم عام وشامل للسيزن ده في وجود طبعا كتيبة النجوم دي أرقام نقاط القوة أو دلال نقاط القوة والضعف فيه فريق اتحاد جدا فيه حاجات كتيرة جدا بتميزه وخصوصا على مستوى الهجوم أما الثجارات الدفاعية في حد سوى لحرج يمكن يكون فيه معاناة دفاعية وخصوصا فيه غياب فيليبي لويس طبعا لكن خلينا أقول لكم برضو أنه مباراة الجمعة هتبعى لمدار تسعين ديئة لو انتهت بالتعادل هيكون فيه وقت إضافي ولو انتهى بالتعادل هيكون فيه ركلات ترجيح بعد الفاصل هيكون معانا المحللين الفنيين بلال محسن وأحمد مصطفى فيديو فتنة نقرأ فيهم سيناريوم واجهة الأهلي والاتحاد